نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني حيث أجرى رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أمس بمقر المجلس مباحثات مع البرلماني الأوروبي والنائب الأول لرئيس الفريق البرلماني أوروبا المتجددة مالك أزمني الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب يلتقي خلالها عدد من المسؤولين فضلا عن القيم بزيارات ميدانية للتعرف على المشاريع الكبرى التي انخلطت فيها المملكة كما أجرى المسؤول البرلماني الأوروبي مباحثات مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد حنين انصبت على تدارس العلاقات الثنائية مع المملكة الهولندية ومع الاتحاد الأوروبي وسبول تطويرها وتقويتها في كل المجالات وأكد سيد مالك أزمني خلال هذه المباحثات على أهمية تقوية جسور الحوار والتواصل البناء والدائم بين البرلمانيين وتقريب وجهة النظر والتعرف على النموذج المغربي وخصوصية الأوراش الكبرى التي انخلطت فيها المملكة المغربية